يلا بقى غرفنا الروز بتاعنا ناخد بقى بسم الله الرحمن الرحيم اهو البطاطس وبصوا البصل وايه مش مخليه فيها سوس قوي اهي يعني تتغمز عادي بسم الله ما شاء الله واده اللحمة اهي بسم الله ما شاء الله بصوا البطاطس اهي عزمة اهي ومسكة نفسها وفي نفس الوقت اهي اهي اللحمة اهي بسم الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لو عندك قطعة لحمة زي اللي في اسفل يمين الشاشة دي وممكن كمان تنفع لحمة ضاني لو عندك برضو تبقى حلو قوي قوي في الصنية هنعمل صنية بطاطس باللحمة هشوفوني بعملها بطريقة لذيذة جدا بحيث اللحمة تبقى مستوية في الوقت دايبة خالص وكل طعمها يبقى في صنية البطاطس مش هنسلق ولا اي حاجة لكن ان شاء الله هعملها بطريقة حلوة قوي هتعجبكم باذن واحد احد ان شاء الله تنفع باللحمة دي او اللحمة ضاني لو عجبتكم الوصفة باذن الله ما تنسوش اللايك وسبسكريب فضلا وليس امرا بعد الفاصل تابعوني موسيقى عندي بقى قطعة لحمة زى ما احنا شايفين كنا عينينا في الفريزر بناخد منها نعمل نشوحها نعمل كب حلة فدي الحتة اللي فضلت فقلت بقى احملها صنيه بطوس هقطعها بقى الحجم اللي انا عايزة هقطعها بس كنا كان الحجم اللي انا عايزة ونشوف هنعمل فيها ايه اه انا قطع منها برق برinctك عايزت قطعيها اكبر براح تك عايزت قطعيها اصغر براح تك انا بقطعها الحجم ده ا köحنا بسم الله Она بتستوي علي طول احنا كنا جيدا مثل ونعملكت بحلةаго وكانت انها تركة لفيا جزي خلغة فانا ا Harbor بطعطها حسب وضعها يعني انا اللي طلعت معي قطعطة اهي يلا بقى نشوف هنعملها ازاي يلا بينا على النور حطنا بقى شوية سمنة على زيت حطنا شوية سمنة على زيت وهنجيب اللحمة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم نجيها الاول صدمة بسم الله الرحمن الرحيم امام التطبيق سامت تنزل ذو طفل الأصمار على الشم انا ساعات بسلقها يعني لو لحمة او تراخ بحفتها في الصنات البطاطس ساعات بسلقها يعني 90% سلم عشان تستحمي تخص الفرن العشرة في المئة الفضلين تمام؟ لكن المراجل اللحمة دي هلوة يعني تستوى على طول فقلت اشوحها هتشوف دلوقتي انا بعبالها ازاي نقل بعضل لما ايه تاخد شبك من تحت عشان ايه نعيزنا ايه تتشوح و تبقى جميلة ايه ببطو لما اتغيز نقلت فيها اهي قلتها نحط على الوش الثاني برضو نضع الخلف الاصمر هتتشوح وبعدنا نشوف هنعمل ايه ايه اللي عايز يسلقها يسلقها ايه اللي عايز لو فيه فرخة او بتاع بنسلقها و هناخد شربتها نعمل ملوخية سان عشفور اي حاجة لزيزة جنب الاكل لكن نقول لكم اللحمة تيه يعني طعمة اوي خلا مشو عايزة ضيعها في الشربة فصراقها انا عايزها كلها كده زي ما هي تتحط في صنية البطاطس هنشوف مع بعض هنكمل ازاي هتتشوح كده تعالوا بينا بقى نقطع لها بصل علشان بعد ما تتشوح هنخطوا عليها حالا يلا بينا واللحمة بقى بتتشوح هنقطع بسرعة طبعا البصل غالي جدا ربنا يكون خطون الناس بص هنقطعه كده كبير اهو لان اي احنا هنسوي اهو تسعين في المية بس من اللحمة مش هنسويها كاملة احنا بس هنحط معاها بصل في طعامنا اهي اهو قطعناها بقى يلا بينا الروح على اللحمة هنضيفها لي يلا بينا اهي بسم الله ان شاء الله يضيف البصل بسم الله رحمن رحيم نتشوح معا شوية نتشوح هده بسيطة معا نتشوح هده بسيطة معا نتشوح هده بسيطة معا اهي بعد نتشوح هده تسيطة بس نقولي بقى في هذه اللحظة السعيدة اعلي التست وحط ارنفلفل حامي كده جميل يدي كده طعم وريحة يا جماعة بصراحة يعني الاكل من غير الحاجات دي خصة مثلا من البطاطس والاكل بتاعنا كده اللذيذي الحرش ده ما بيتسكلش بصراحة ده بس ارنى كده ده ارنى هنا بس كده لكن في الباقي هنشوفها برضو هنحط إن شاء الله بس يعني كله بالمعقول يعني بنفتليش تمام كله بالمعقول اهو طيب الوقت تشوحت هنعمل لها ايه هنقوم بلايجين بسم الله رحمن الرحيم شوية مية بسم الله رحمن الرحيم شوية مية بسم الله رحمن الرحيم الاول بس تغلي غلوة الاول بس تغلي غلوة مع المية وبعدين نفتلها صلصة تماطم تغلي بس غلوة تغلي غلوة وبعدين هنحط عليها التماطم غلوة واحدة بس ونضفلها التماطم او صلصة تماطم بتاعتنا ايه غلوة 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 نضفلها بقى بسم الله رحمن الرحيم صلصة تماطم اه لاحظوا احنا ما حطناش ملح البنوتات لما يعرفوش اللحن ويتستوي ما بنحطش ملح عشان بتوقف او تبطق سواها تمام اللحن والفراخ يعني بس هنغطي بقى عليها اما حاجة بس يبقى السائل فوقيها عشان تستوي تمام هنغطي عليها بقى وقرب ما تيجي تستوي قرب ما تيجي تستوي من التسعين في المية عشان نسويها كاملة قرب ما هتخش ان هي خلاص هنطفي عليها هنحط لها بقى ايه شعرة ملح تمام لكن دلوقتي مشان نحط لها حاجة خالص هنغطي بس عليها ونسيبها تستوي مع نفسها تمام هنا بقى ده كيلو بطاطس كيلو بطاطس والله انا بجيب يعني بجيب ام الله رحمه عودتني اجيب الحاجة وخليها مش حسب الاكلة يعني بجيب بطاطس بجيب تماطم بجيب بصل اه اه اجيب شوية روز شوية مكارونا وعلى اساسها يعني انا نهاردة لقيت قلت ايه عندي حيطة لحمة وعندي بطاطس اما اعمل صامت بطاطس باللحمة هنقشرها بقى كلها كده اه بقى قشرتها كلها وغسلتها غسلتها كويس اوي وهنا بمية بملح هنقطع لا رفيع اوي ولا طخين اوي اهي بالصم كده اقطع بس معاكم واحدة اهي اهي بصوا بالصم كده والله نقطعه هنحطه في المية بالملح علشان ما يسودش هنخلص بقى الكمية ونشوف هنعمل ايه وهنا بقى معينا شوية حبة فلفل الوان بقولك انا بروح السوق بجيب شوية حاجات فجبت فلفل الوان وفلفل حامي احنا بنحبه حامي هقطع اللي هقطعه واسيب اللي سيبه يعني حسب ما هشوف الكمية تبقى عاملة ازاي هنقطعه عادي اهو هقطع بس حتة معاكم كده قطع كده عادي هنقطع بقى كل الكمية بنكمل يعني او بنعزز القيمة الغذائية للأكلة بتاعتنا وفي نفس الوقت يا جماعة بنكترها مش عيب ان تقول ان انت بتكتر الأكلة دي شطارة يعني دي شطارة ان انت تعرفي ازاي تكتر الأكل وتخليه بسم الله ما شاء الله وفي نفس الوقت مفيد وفي نفس الوقت مش مكلف يعني لو حطتش قرنين فلفل اخضر مع البطاطس مع اللحمة مع شوية الرز بالشعرية هتبقى أكلة محترمة يعني تمام هقطع بقى الفلفل وهارجع لكم تاني او هقطعت ايه الفلفل اخضر كله اللي كنت انا جايبها في الطبق لانه مفيد وقرن فلفل احمر بس ازغنن كده وقرن اللي هو البرتقاني ده برضو حار والاخضر يعني ايه قللت شوية الحار بس بصراحة الصانية بتبقاش لذيذة من غيره يلا بقى نكمل بقيت خطواتنا عشان نخلص الصانية بتاعتنا والصباح احنا قلنا بنهد الدنيا شوية عشان حرام مع ان كانت زمان يعني البصل والحاجات دي هي اللي متوفرة والاقتصادية اللي هو من غير لحمة او فراغ دلوقتي بقى الاقتصادية اللي من غير بصل فانا هنا ايه بشرت حوالي بصلتين وده كان فصل طوم دقيتهم في الهون هنحط كده وده ملح وببركة وشوية كمون طبعا عشان البطاطس بتحب الكمون بس نتكترش ما يمررش وفلفل اصمر ملح وفلفل اصمر وببركة وشوية كمون هنحط كده وندعكها اللي عايز بقى يقطع شرايح بطاطس انا كنت بعملها دايما بشرايح يعني اقطع البصل جوليانو فبصراحة ايه لازم نهد الدنيا شوية عشان رفقا بايه بازواجنا يعني اهو وبعدين هنحط فل بطاطس والفلفل هنطبلها بس كده تعالي بقى نشوف اللحمة ونرجع تاني نروس الصينية بتاعتنا بصوا بسم الله ما شاء الله انا شفتها بالمعلقة يعني طلعتها بحيطة وغسطتها كده دخلة في السوة هنحط بقى الملح في المرحلة دي وخلاص غلوة وهنطفي عليها ونكون فاتحين الفرن بقى على بال ما نطبق بقية مكونات الصينية علشان هندخلها الفرن يعني خلاص غلوة وهنطفي النور عليها اهو بقى بسم الله الرحمن الرحيم حطت البطاطس والفلفل اللي انا مقطعها الرومي والحار وقلبته كده بايدي وبعدين هنجيب بقى بسم الله الرحمن الرحيم الصلصة باللحمة بسم الله الرحمن الرحيم موقعك ونرسها لو اريد اقلها ادنى المودة اقلافشها الفرن olika مب ear ثم نضع الى المودة نجيب بعمل الاختائها ونصلطها في الفرن ايضا masters الفرن وهي نشفة انا بحبش ادخلها وهي نشفة تغلي غلوتين وبصوا الصوص بتاعها هي هتستوي فيه يعني هي هتغلي غلوتين فيه وبعدين هندخلها زي ما هي كده في الفرن فهتبقى جميلة وحلوة وتتشمع بس كده وتبقى بتبقى طعم البطاصل ما بتخش الفرن اللي عايز سوية على المتجاز ويتكمل سواها على المتجاز ما يجراش حاجة براحتكم تمام بقى بسم الله ما شاء الله لسه طلعة من الفرن عملنا الرز الشعرية اهي بسم الله ما شاء الله بصوا دي اللحمة هي وتشربت وبقت جميلة اهي اللي هو ما صلى على النبي اهي والبطاطس استوت تحفة يلا بينا بقى نقدم الاكل يلا بينا وغرفت بقى معاها الرز بالشعرية وتغلي بقى منها البطاطس كده من صنية البطاطس يعني وقطعة اللحمة على الرز وبقى الفهنة وشفة لولادك ولأسرتك كلها الله ما امين يا رب العالمين وصفة سهلة وجميلة ولزيزة اللهم ارزقنا واياكم اللهم امين يا رب العالمين ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة اه ما تنسوش تدعو الاهلنا في فلسطين الله ربنا ينصرهم ويسبت اقدامهم ويرد كيد اعداءهم اللهم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي اشتركوا في القناة